الطلب مني كتير طريقة عمل الستيك او الفلية. النهاردة ما اشوف المطعم الشي فوليت ساند هعرفكم افضل قطعة استيك او قطعة فلية. بتجي منين? وازاي تجاهزوها للشاوي معاكم. اول حاجة عشان قطعة الفلية او الاستيك تطلع مظبوطة معاكم لازم تستخدموا عرق الفليتو. اللي هو العرق الفلية اللي قده. عرق الفليتو ده بيديك افضل قطعة لحم للشاوي. مش بس كده لكل حاجة. سواء كباب الحلة تعملو طواجن بوفتيك فهي تشاورمة لكل حاجة لانها حتة لحمة طرية وبتستوي بسرعة معانا. عندنا بقى عرق الفلية بنبتدى ننظفه. بننظفه من كل الزيادات اللي فيه. وطبعا كتعة اللحم اللي بتبقى في الاعلى في الراس بتاعة العرق الفليتو اللي هي قدامنا دي بننظفها كده ونزبطها وتطلع برضو كتعة استيك. وبالتالي راس الفلية بقى جهز معانا وبقى كتعة استيك معانا. تطبط عادي وتستخدر. بعد كده عرق الفلية بقى اللي قدامنا ده. هو ده عرق الفلية اللي بيطلع منه الاستيك او الفلية. بنبتدى ننظفه من كل الزيادات اللي فيه. واهم حاجة الكتعة البيضة دي نشيلها خالص. وتترمي. بعد ما ننظفها من اللحم اللي فيها لو فيها لحم ولا حاجة بنبتدى ننظفها من اللحم وتترمي. ما تتفرمش مع الزيادات والبوائل اللي طالع من الفلية. لان ديت بتشد. حتى لو تفرمت تشد وما تتكلش. بنبتدى بقى ننظف الفلية بالشكل ده كده. لازم كتعة الفلية تكون حامرة معانا. وادع عرق تاني برضه هبرهولك اوه. بنشيل الراس. الراس الفلية. وبعد ما ننظفها تستخدم بنشيل الحتة البيضة. اللي احنا قلنا عليه. حتة دي عاملة زي شغلها. ما بتستويش ابدا وبتشد في قلب اللحمة. ولو سبتها وجدت بط العرق. يبقى وزلك كتعة الفلية او اللي استيج. فلازم نتخلص من كل الحاجات البيضة دي. وبكده العرق كامل وجاهز معانا بالشكل ده كده. كده احنا عملنا عرقين اهم. وزن العرق ده بيبقى اتنين كيلو تلاتة كيلو. هنبتدى بقى نقسمه قطعة. ممكن تقطعه شراح زغيرة شراح كبيرة بس قطعة الاستيك يعني لازمة تكون كبيرة. نفس التقطيع اللي قدامنا دي كده. لو انتو بتشو لحمة ممكن تقطعه شراح رفيعة. لكن قطعة الاستيك يعني ايه بتبقى من مئتين وعشرين لمتين وخمسين جرام كده. اما حاجة واحنا بنبط قطعة الاستيك ما نبطهاش بالطول. وهي نايمة كده. لازم واقفة. لانها عكس الانسجة كده. لو مع الانسجة ما تستويش. بس لازم تاخدوا بالكم وانتو بتدقوا من قطعة الاستيك بتدقوها او تبطوها على كيس بلاستيك. ما ينفعش من الشاكوش للحمة مباشرة. هوريكم قطعة تانية اهي. بنبتدى نبطها بيدينا كده عشان نحددها عشان تطلع قطعة كده محترمة معانا نبتدى نبطها بالشاكوش اللي قدامنا ده كده. نبصهم شكلها بعد ما اتبطت. بقت بالشكل ده كده معانا. عشان نتبلها بقى بصلايا مبشورة ناعم. وممكن مية البصل بس. عليها معلقة مستردة. معلقة زيت زتون. شوية ملح وفلفل اسمر. وشوية تريجان اللي هو الزعتر. دي افضل تدبيلة للستيك. وفي ناس بتحط ايه? ملح وفلفل بس. بس جربوا التدبيلة دي جميلة جدا. مية بصل او بصل مبشور نعم جدا. بعد كده ناخدها عالشواية. ما بتحتاجش وقت كتير معانا. دقيقة او دقيقتين من كل جانب. هبصوا شكلها عاملت ازاي معانا. طبعا ما بتجي تاكل اللحمة والافضل تاكل الاستيك اول ما يطلع من عالجريل على طول. بيبقى لسه المسان بتاعته متفتاحة. طريقة كده ودايبة في البقى. هو دي طريقة عمل اللي استيك. بتتسرفس مع اخدار او ماش بطيتو. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة. قناة شيف المطعم الشيف وليت سنة.